المساعدات الغذائية العالمية إلى اليمن تدخل مرحلة جديدة عنوانها نظام البصمة فقد رحب برنامج الأغذية العالمي بالتقدم الذي تم إحرازه بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع لميليشيا الحوثي نحو البدء بعملية التسجيل بنظام البصمة البرنامج سيبدأ توزيع المعونات النقدية في ثلاث مديريات بأمانة العاصمة بعد تطبيق النظام الجديد البصمة رغم عدم التوصل إلى اتفاق النهائي بشأن بعض الشروط التي طرحها مجلس الحوثيين حيث لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية كما يقول البرنامج إلا بعد حل هذه القضايا العالقة لكن لم يفصح البرنامج عن هذه الشروط التي لم يتم الاتفاق عليها مع الميليشيا هذه التفاهمات أتت بعد أن أعلنت وكالة أسوشيت بريس في تقرير لها أن الحوثيين عرقلوا وصول نصف المساعدات إلى اليمن الوكالة وصفت هذا التصرف بأنه تكتيك من قبل الحوثيين لإجبار برنامج الأغذية العالمي على منحهم سيطرة أكبر على الحملة الإنسانية هذا التكتيك يبدو أنه أثمر لدى الميليشيا فقد توصلت مع برنامج الأغذية العالمي إلى استبدال المساعدات الغذائية بالمعونات النقدية ليتسنى للحوثيين نهب جزء من هذه الأموال محاولات عدة اتخذتها الميليشيا لنهب هذه المساعدات وفرض شروط جديدة على عمل المنظمات المانحة ففي الثاني عشر من فبراير الجاري عقدت كبريات المنظمات الإنسانية اجتماعها في بروكسل لمناقشة خفض المساعدات أو توقيفها بسبب عرقلة الحوثيين ليزا جراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن أعلنت من داخل المؤتمر التزامها بإيجاد طرق أخرى للتنسيق نظام البصمة الذي تم إقراره مؤخرا هو إحدى هذه الطرق الأممية التي ربما لن تكون قادرة على شل يد الحوثيين عنها بالمساعدات ترجمة نانسي قنقر